السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أستاذ فلسفة في الإسلام والرد على الملحدين السؤال اليوم هو لماذا العلمانية دائما نقرون بالإلحاد أولا خلينا نشوفوا ما معنى العلمانية العلمانية تعنى بفصل الدين عن الدولة وترى بأن الدين هو ممارسة خاطئة ولكن لما نشوف العلمانية اللي يعلمنا في الدول العربية هي نسخة تبقى الأصل عن العلمانية تعال الغرب لما يقول لك للغرب بالتحديد فأنا قصد أوروبا أوروبا بالتحديد في ألمانيا جاء واحد العالم يسمى كارل ماركس كارل ماركس هو نظام اقتصادي الاشتراكي اللي كان منافس للنظام الاقتصادي الرأس مالي تعادم سميث مهم هذا كارل ماركس واش يقول لك هذا كان يقول لك الدين هو أفيون المجتمع أفيون معتهم مخدر كما يقول المخدرات الدين هو أفيون المجتمع يقول لك بني يقول لك بني الدين هو يمنع الشعوب من التطور وما إلى ذلك ولكن لما نحاول نشوفه واش هو السبب الرؤية تحمل مظلمة حول الدين سواء هو سواء غيره من العلماء الملحيدين في أوروبا فلجب أن نشوفه أوروبا في العصور الوسطى كيفاش كانت حالتها الأوروبا في العصور الوسطى كانت الخانيسة تسيطر على السياسة النقطة الأولى نقطة الزوجان كانسة الإنجيل تحكى المحرف فكان يتبع لها وكان مخالف للعلم لهذا لما كان أي شخص يجيب يختارع شيء ولا يجيب نظرية فكانوا يقولوا عليه بالسحر ويقوموا بحرقه ولا قتله وعملهم عاملة السحرة بالإضافة إلى أنهم كانوا يستغلوا للشعوب يقولونهم مثلا تعترفوا بالذنوب وتطون أموال يغفر لكم سموها السقوك الغفران بالإضافة إلى أن الفلسفة يعني فوق كل هذا الفلسفة عندها مبادئ تتمد عليها في المنطق وهذه المبادئ تتناقض مع المسيحية المحرفة بطبيعة الحال فمثلا لما نشوف المسيحية تقول لك باللي عندك الروح القدس تقول لك باللي عندك الاله الاب وعندك الابن المسيح تقول لك باللي عندك الله الاب في السماء أنجب بالابن ورسل الأرض والابن هو نفسه الله والله نشوف نفسه الابن يرح الاب في السماء والله فالابن في السماء وقال لون ولاه والابن في السماء ورأوه في السماء فالله فالسبوع المسيحية ة مخالفة لمبادئ العقل نعم معنى الاف والف. ما تضحك لك شيء غريب. ما هو شباق. يعني محمد ومحمد ما هو قدور. انت هو انت مكشو حد وداخل. هذا مبدأ الهوية في الفلسفة. عندك مبادئ. مبدأ الهوية وعندك مبدأ عدم التناقض. تنقل نهارون شوية مبدأ الهوية. مبدأ الهوية ما انت هو انت مكشو حد وداخل. فانت لما جاء عندي في المسيح يقول لي بلي الابن هو الاب. دروق رك خالفت مبدأ العقل ومبدأ الهوية. يعني دروق ابن ياه هو الابن ياه هو الاب. مستحيل يكون هو في زوج. زيد عندك مبدأ عدم التناقض. مع انت انت يارك هنا. يارك في السماء. يعني يارك حاضر يارك غائب. مبدأ عدم التناقض. هو يقول لك بلي هو ال اله راهو في الارض وراهو في نفس الوقت. كما يوجد المسيحية كذلك بان المسيح لما صلب ذهب الى الجحيم. وظل فيه لمدة ثلاث ايام. الان هذا الجحيم تعرفه في الانجهيل هو مكان لا يتواجد به الله. فهو ذهب الى الجحيم الذي هو مكان لا يشبه الله. فهو اما لم يذهب الى الجحيم او انه ليس الله. فاذا المسيحية يعني عقيدة الثيلوت هذه مخالفة للمنطق مخالفة للمبادئ العقل. لهذا السبب تجد اغلبية العلماء في اوروبا ملحدين وعنهم صح. ولكن هذا لا يعني بان الاسلام من طبق لها الامر لما تجد طبق العلمانية على الاسلام. لان الاسلام هو ممارسة صحيحة للدين. وبالاحرام ما تقوش عليها ممارسة فهي ملاسك. المهم ان الدين والقرآن لم يحرف. لذلك فهو ليس مخالف للمبادئ العقل. بل بالعكس فهو متفق معها. وادل لذلك ان الله يتحدانا دائما في الايات تقول لك افلت افلا تبصيرون. تبصيرون هنا ليس من البصرة. عفوا. تبصيرون هنا ليس من البصر وانما من البصيرة. يقول افلا تتذكرون. تتذكرون ليس من ذاكرة وانما من التذكر. يعني من التدبر. صحيح? يعني الله يتحدانا. فالقرآن الكريم موافق تماما للعلم. وللمنطق. لذلك قد ندير فيدوات ان شاء الله اخرى عن توافق القرآن مع العلم. وإثبات ان القرآن هو كلام الله وليس كلام البصرة. وذلك بوجود ايات في القرآن الكريم. لديها يعني تحدثت عن اشياء لم تكتشف الا في السنوات الماضية. ولا في العقود الماضية عن طريق تكنولوجيا متطورة. لم تكن متوفرة قبل اربعة عشر قرنا. اشتركوا في القناة